أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالسياح من بيلاروسيا في مصر وخلال المؤتمر الصحفي مع نظيره البيلاروسية أشار مدبولي إلى أن البلدين بحثوا زيادة معدلات التبادل السياحي والاستثماري بينهما كما يسرني أن أرحب طبعاً بالسياح البيلاروس الوافدين إلى مصر تحديداً إلى المدن الساحلية على البحر الأحمر خاصة أن مصر تصخر بالعديد من المواقع الأثرية والسياحية الجديرة بالاهتمام ونتطلع في المرحلة المقبلة وتناقشنا بالفعل مع دولة رئيس لزيادة معدلات السياحة البيلاروسية الوافدة للبلاد وكذلك السياحة المصرية إلى بيلاروسيا وأؤكد أن التبادل السياحي والاستثماري بين مصر وبيلاروسيا يجب أن يكون محفزاً كذلك لزيادة معدلات التبادل التجاري بيننا والتي لا ترقى حتى الآن للمستويات المرجوة أو تحقق الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وشراكتها المتعددة التجارية في المنطقة العربية وقارة الأفريقية فضلاً أيضاً عن الموقع المتميز لبيلاروسيا وعضويتها كأحد مؤسسي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي